النائب المحترم عبدالرحمن محمد شكري نقيب الفلاحين بالإدلاء ببيانه يلا سيد عبدالرحمن انت نقيب الفلاحين مفروض ما حدش يتكلم تاني كفايا كده يلا سيد النقيب شكرا يا ريس شكرا يا ريس شكرا يا اخوة الاعضاء الحقيقة يا ريس احنا عايشين في اكبر مأساة تشوفها مصر القطن المصري اللي هو كان يعني القطن الدهب اللي بيض اللي معروفة به مصري في العالم كله زراعة وصناعة اصبح الان في امس الحاجة الى الشافقة سيد الوزير فضل فضل للمصر يا ريس احنا بنجمع القطن في خمستاشر تمانية القطن الغايد دلوقت واحنا خلصنا شهر اتنين في بيوت الفلاحين من المسؤول عن كده يا ريس الفلاحين تابوا وشئوا ودفعوا السنة اللي فاتت اتنين ونص مليار جنيه فوق الاسعار في الاسمدة الفلاحين يا ريس جابوا احسن محصول الفلاحين يا ريس في اصعب الظروف ورغم ذلك جمع القط اللي كان موسم جمع القط هو احسن المواسم في حياة الفلاحين النهاردة القطن بتاع الفلاحين مرمي في البيوت ولما تسعى يا ريس الوزارة الوزارة تقولك احنا عملنا اجتماع الوزراء المسؤولين عملوا اجتماع ريس في خمسة وعشرين عشرة احنا جمعنا في خمستاشر تمانية وهم ما افتكروش خالص القط الا في خمسة وعشرين عشرة يا ريس ولما قعدوا في خمسة وعشرين عشرة خدوا قرار بايقاف الغزول اللي جاي من خارج لما خدوا القرار ده يا ريس كان الغزول دخل كان الغزول دخل مصر ووقف القطن المصري مش لاقي حد يشتريه يا ريس الحكومة بتاعتنا اشترت السنة دي قطن بتلتمية واربعين مليون دولار قطن خان واشترت قطن خيوط باربعمية تمانية واربعين مليون دولار وقمشة بخمسمية ستة وتلاتين مليون دولار ومناديل يا ريس مناديل يا ريس مناديل وفورت بتسعتاشر مليون دولار يا ريس والقطن بتاعنا مرمي في البيوت يرضي مين ده ده يرضي مين فين الحكومة يروح فين الفلاحين فلاح يروح فين يا رئيس كده ما يرضيش ربنا انا بناشد حضرتك وبناشد الاخوة النواب ان هم يقفوا معنا مشاكلنا تعقدت الى اعلى درجة البنك بيطالبنا بالديون والناس عندها مصالح القطنة يتزرع في اول تلاتة يا رئيس نعمل ايه لغاية دلوقتي مش عارفين نعمل ايه قطنة ما تبعش ارجوكم يا اخوتي انكم انتم تقفوا معنا في هذا الموقف ولازم الحكومة تحل المشكلة دي في خلال الاسبوع اللي جاي ده اكتر من كده احنا كفلاحين ما نقبلش الفلاحين بتقل بحيرة رئيس بيهددوا انهم يطلعوا القطن بره ويحرقوه نعمل ايه في هذه الحالة شكرا